مشهد لون روح من رأاه بالفخر شاب لبناني تحدى إعاقته الجسدية ليقوم بما يصعب على الكثير من أصحاب الأجسام السليمة هو مايكل حداد صاحب جسد مشلول من صدره حتى أسفل قدميه بسبب حادث تعرض له في طفولته تسلق سخرة الروش بدعم من قائد الجيش ومساعدة المغاوير عملت برهن أنه ما فيه شيء اسمه إعاقة الإعاقة هي نفسية تفكير موجودة هون ما فينا نتصنف نحن أنه فيه ناس هيك وفيه ناس هيك واخترت شخص سخرة الروشة لأنه بتوحد لبنان وتجمع كل اللبنانية سيت أنه حد بدك ترجع أو خلص لا لقيت حالك قوي وقادرت كفيها وكتبت وقع أنك تكفي لكي كتير بتحسي بهذا أنا عم بتخزة وعم بحمل كل جسمي وإذا بتشوفي بتطلع وفوق فيه كان فيه كتير ضغط بس عملت أنا لأن إيمانا باللبنان ما بدي استسلم وخاصة أنه طلع مع المغاوير بعكازين استطاع أن يصل إلى القمة ليرفع العلم اللبناني أمام الآلاف من المواطنين خليكم مسألة كل واحد عنده مشكلة ما قادر يتخطيها يعمل شيء برس حاله بالمجتمع لبين يثبت حاله يعني بس بالمجتمع فكرة حلوة أنه يجمع اللبناني ويشاركوا معه بهالرحلة الحلوة نحن بنرفع راسنا بمايك حداد عمل شهد كبير ليفرش الشباب أنه لازم يكونوا عندهم قوة وحمات شيء حلو كتير وشجاع كتير كان فيه شغفه بلبنان وبأرزته محص صعابة أمام عينيه التين تترقبان الوقت القريب لرفع علام لبنان فوق برج خليفة في دبي بشجاعته تخطى جميع العوائق ليثبت لغيره أن لا مستحيل بوجود الإرادة القوية ناهد يوسف تلفزيو مستقبل